الحقيقة زي ماحنا لاسنا مؤيدين مطلقين نحن لاسنا يعني معارضين مطلقين بمعنى هناك تصريحات هناك مواقف هناك أحداث تفعلها الدولة وعلى رئيسها فتح سيسي نصقف وننحن احتراما وتقديرا هذا العمل الذي يدفع لمواطنة كاملة وتفعيلها بشكل واقعي في أرجاء الوطن لكن أيضا هناك نقاط أيضا سلبية ما زالت موجودة تعالوا نرسط حدثة منها أحداث اللي يمكن مواقع تعاصل الاجتماعي رصاداتها مؤخرا كنيسة باسم كنيسة العذرة وأبو سفين تحت الإنشاء تتبع قرية اسمها بسترة مركز دامانهور محافظة إبدأ أهلية كنيسة ديت للأسف بدون سابق انظار قامت أجهزة الدولة المعنية بهدمها ولم يكتفوا بهدمها فقط بل قاموا للأسف بالاعتداء على كهنة الكنيسة وشعب الكنيسة ما أدى إلى صبات خطيرة في بعض أفراد الشعب البسيط بهذه القرية حيث اسمحونا نرصد الصور عشان ما نقولش كلام الناس تعتقد اللي احنا بنفتعله حيث تدول رواد مواقع تواصل اجتماعي فيديو لمجموعة من الرجال الأمن المركزي وهم يقومون بهدم أحد الكنيس التي تحت الإنشاء في محافظة البحيرة آسف محافظة البحيرة مش محافظة دهلية بمركز دامنهور عزبة الشركة قرية بسترة وعند اعتراض الأباء كهنة تم الاعتداء عليهم وتداول أيضا بعض صور لبعض الكهنة المعتدة عليهم وهو مسطح على الأرض وأيضا بعض السيدات التي أصيبوا بالرأس وبالفك وإصابتهم خطيرة وهذا ما أظهرته بعض الصور التي تحتويها أو التي درصدتها هذه الأحداث دي صورة مثلا فيديو لأحد كان بيشتكي رجال الأمن إن هم لم ينبهوا أو لم يتم تنفيق معهم لما تقوم كنيسة تحت الإنشاء بيتم الأول عملية صلحة أو عملية هدوء شوية لحد ما تطلع التصريحات وتطلع الأوراق الرسمية المسألة مسألة وقت يعني لكن أنت تأتي على الأخدر واليابس تقوم بالهدم وما تكتفيش بالهدم تطلق قنابل مسيل الدموع وكذائف اللي هي بسموها الخرطوش فتصيب البعض زي دي كذفتين خرطوش اطلقها على الشعب البسيط اللي هو لا يحمل لا ناقة ولا جمل ولا حتى يعني معه أداء للحماية فدي صور برضو رصدت من أعلى أسطلها أحد المباني اللي هدم الكنيسة طبعا كنيسة اتجابت أرض خالص بكل مبانيها وبدأت الاعتداءات على الشعب القبطي هناك واحنا بنسجل اعتراضنا الأمن المركزي ليس دوره اعتداء على الشعب القبطي الأمن المركزي دوره حماية وحفظ هيبة الدولة ولكن أن يتم بهذا الشكل الجاد فيه مبلغة أو فيه تعادي سافر غير مقبول الصورة اللي فاتت كان بترصد شعب الكنيسة يعتبر شعب كبير جدا والنهاردة الشعب بلا كنيسة فذي مأسى أخرى شعب كنيسة العضرة وبسفين بهذه القرية ليس له مكان للصلاة وهذا أمر يحزن الجميع عندي أيضا بعض الصور لسيدات منهم المصابين بالرأس ودي فتاة ابطية وبعض السيدات الأخرى أصيبوا بإخصابات خطيرة في الفك ودي صورة الكاهن الذي تم الاعتداء عليه ومسجع على الأرض وبعض الصور الأخرى للمبنى الكنسي